السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اضع بكي خفيفة بزافة نبدأ بسم الله على بركة الله في التحضير هذه الوصفة لتحضيرها عندي هنا في كوكوة ديالي عندي أحبب بصل كبيرة كنت قطعتها كمين قطع تشكتوكة على شكل قطعتها بالطول كمين ندير تشكتوكة تماما نقللي فيها هنا مع شوية الملح فقط وشوية عزيت ما بدأت دلبس الله يتقلن ونحضر السلسة على الطماطم هنا في الاشواق حطيت هنا أحببه ونصف طماطيش ضفت عليها السينة تعتم رابيتهم ملح رحيتهم ملح ضفت عليهم التوابل اللي شوية لي هي العكري والفلفل الكحل والكمون كما تعرفوا السلدين يحب الكمون تحبوا تضيفوا شوية على القصبر مرحي أنا هنا ما عنديش كان خلاص لي تحبوا تضيفوا توابل أخرى يعني لكم الاختيار كل وحدة توابل على حسب الاختيار المهم الأسف في الوصفة هو الكمون والفلفل الكحل بعد ما دبع البصل ديالي كنت السلدين تاعي كنت نقيته ونقيته ملح وحطت عليه شوية على الملح وشوية للكحل وشوية على الكمون ثم نحيت له كامل هذك الشوك وده تحبه على حبه ونصدفه كامل فوق هذك البصل لأدبال بعد ذلك نفرغ هذك السلسة تاع الطماطم اللي كنت حضرتها إذن هنا الوصفة هذي طيبة بلا الماء ما نحطوش كامل فيها الماء السلدين هذة رح يطب فقط في هذي السلسة تاع الطماطم نفرغها كامل هكذا من فوق انا محطش طماطم مصبرة يعني الطماطم راهي حمراء وعندها لون جميل ليتحب تضيف طماطم مصبرة يعني كما حبيته انا هنا اللون هذة يعني اللابس به حطيت العكري مع الطماطم نحب هذي السلسة هكذا به هذي اللون اضفت عليها شرائح من الترشي او الفلفل اللي حلو احمر وخضر زوجو بريقة تاع الرند وشطبة تاع الزعيترة وحبيبته الزيتون الاسود نغلق على الكوكوت ديالي بمجرد ما تبدأ الكوكوت صفر نقص عليها النار ونخليها حوالي عشر دقائق وتكون جاهزة هاي انا امامكم اشتطحها بعد ما طابت كي ما راكو تشوفوا يعني المرقى ديك تلبت وتجي خاطرة وصفة سهلة سريعة تحضير كي ما راكو تشوفوا نتمنى حبيبتي هذي الطبقي لإعجابكم وتجربوها بهذه الطريقة زيت الأسود هذي يعطي لها بزاف بنا يعني رائعة حتى لما دلنا في الكوكوت هذي السلدين هيجي عندو بنا مختلفة نتمنى حبيبتي تعجبكم نقولكم دمتم في راعت الله وحفظي هو